السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم حبيب عاملين اي رب كلكم تكونوا بخير واهلا وسهلا بكم جميعا في قناتي مروة ظهرة ان شاء الله النهاردة هقدم لحضراتكم فيديو خاص بالصف الرابع لابتدائي في مادة اللغة العربية الفصل دراسي الاول لمنهج الجديد لعام 2022 هنشرح مع بعض النهاردة من صفحة 19 لحد ما ربنا يقدرنا ان شاء الله بطرقة بسيطة جدا وسهلة اول حاجة هشرحها معاكم الاساليب الاساليب اسلوب الاستفهام اسلوب الناهي اسلوب النداء اسلوب التعجب بطرقة بسيطة جدا وسهلة قبل ما ابدأ الفيديو بتمنى اقول لكم تدعموني بلايك للفيديو وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرز على علامة الكل عشان يوصل لكم اشعارات بالفيديوهات الجديدة اللي بننزلها ان شاء الله وكمان عرفوني على حضراتكم في التعليقات عشان اكون عارفاكم وهنبدأ اول حاجة النهاردة بشرح ادوات الاستفهام واسلوب الاستفهام اول حاجة عشان ابدأ اعرف يعني ايه اسلوب الاستفهام لازم اكون عارفة ادوات الاستفهام ادوات الاستفهام عبارة عن بحفظها بالترتيب عشان ما نسهاش ما وماذا ومتى واين وكيفا وهل وكم انا ملخصة كلامنا معاكم قبل كده وعرضت بطرقة سهلة جدا ادوات الاستفهام ما وماذا ومتى واين وكيفا وهل وكم ومن قلتلكم ما وماذا دي بتسأل عن الاشياء وكيفا بتسأل عن الحال لماذا بتسأل عن السبب وهل بتسأل على بتجاوب بها عن سؤال بنعم او لا ومن بتسأل عن العاقل متى بتسأل عن الوقت او الزمان اين بتسأل عن المكان وكم بتسأل عن العدد اول ما شوف اي ادام الادوات اللي قدامي دي زائد جملة زائد علامة استفهام بعرض على طول ان ده اسمه اسلوب الاستفهام يبقى اسلوب الاستفهام بيتكون من ايه اداة استفهام اول حاجة معاكم اسمها اداة استفهام دي رقم واحد رقم اتنين عندي جملة رقم تلاتة عندي علامة استفهام زي ما اسأل السؤال دلوقت بقولك ايه من رسم اللوحة من دي اسمها اداة الاستفهام رسم اللوحة دي اسمها الجملة العلامة الاستفهام يبقى اسلوب الاستفهام بيتكون من أداة استفهام جملة علامة استفهام بعد كده بيقول لي بيقول أكمل الجمل الآتية باستخدام أداة استفهام مناسبة ننام مبكرا نعم طالما جايب لك سؤال وجايب بعده كلمة نعم أو لا يبقى على طول هل وانت مغمض هل ننام مبكرا قلنا نعم بعد كده من ضق الجرس قال خالد ده شخص بيسأل على الواحد كيف كان الجو اليوم ممترا متى تتفتح الأظهار في الربيع السؤال التاني أو النشاط التاني عايزنا أنا اللي أكون السؤال وهو جايب لي الإجابة بتاعته كل الشرح اللي أنا بشرحه ده مش خاص بالصف الرابع فقط ولكن ده خاص بالصفوف كلها من الصف الأول للصف الثالث ده اسمه تأسيس نحو من البداية بعد كده بيقول ما لون البرسيم أخضر هقول ما لون البرسيم نحلب البقرة لنحصل على اللبن لماذا نحلب البقرة وجدت القلم تحت المكتب أين وجدت القلم عمري عشرة أعوام كم عمرة ده أول حاجة عندي أسلوب الاستفهام رقم اتنين عندي حاجة اسمها أسلوب التعجب ما فيش أسهل منه بيعبر عن الدهشة أو التعجب بيتكون منه ماد تعجبية وفعل التعجب والمتعجب منه وعالمة التعجب شايفيني الأربع حاجات دول أنا أكون حفظها أول حاجة دي اسمها ما التعجبية بعد كده رقم اتنين عندي ده فعل التعجب بيكون فعل رقم تلاتة بيكون عندي حاجة اسمها المتعجب منه رقم اربعة دي عندي حاجة اسمها علامة التعجب أول سؤال بيقول لي أكمل أساليب التعجب ما أسرع الأرنب وعمل لي علامة التعجب ما أسرع الصحراء أنا المراضي اللي عملت علامة التعجب ما أطول رقبات الزرافة أنا المراضي اللي حطيت فعل التعجب ما أجمل النيل المراضي أنا اللي حطيت المتعجب منه يبقى لازم أكون حفظ الخطوات بتاعت أسلوب التعجب علشان أكون عرفها ده من الصف الثاني الابتدائي ما التعجبية فعل التعجب المتعجب منه علامة التعجب إذ نشاطي التاني بيقول لي تعجب من المهارة الساحر هقول ما أمهر الساحر قوة الأسد ما أقوى الأسد شجاعة الجندي ما أشجع الجندي بطئر السلحفاء هقول ما أبطأ السلحفاء هنروح عند رقم 20 وجايب لي أسلوب النهي وعايز نعرف يعني إيه كلمة أسلوب النهي ده أبسط حاجة لكم أما يجي وقولك أسلوب النهي هتقول كلمة واحدة بس ما تعملش يعني أنا بحذرك أو بنبهك ما تعملش فعلك مش كويس ده بيستخدم معا إيه؟ باستخدم معا إيه؟ بسمها لا ناهية زئد فعل مضارع بيبدأ بتات ده أسمه التركيب بتاعه أو التكوين بتاعه لا زئد فعل مضارع بيبدأ بتات طيب ماشي بيقول لي انهي زميلك أو صديقتك أو صديقتك واجيبها مرة بزميلك ومرة بزميلتك عن السخرية من الأصدقاء قلم قال إيه؟ قال لها تصخر من أصدقاء وبعد ك trailers قال لها بيتكلم مع بنت بقى قال لها لا تسخري من أصدقاء طيب الجملة التانية لعب القرى داخل المنزل انا هقول له مثلا لا تلعب القرى داخل المنزل طيب هتكلم مع زميلتي هقول لها ايه لا تلعب القرى داخل المنزل الدخول دون ترك الباب هقول له لا تدخل دون ترك الباب هتكلم مع البنت هقول لها لا تدخلي دون ترك الباب ازعاج الحيوانات هتكلم مع الولد هقول له لا تزعج الحيوانات مع البنت هقول لها لا تزعجي الحيوانات ده اسمه أسلوب النهم لو حد سألك عليه بتقول كلمة واحدة ما تعملش يعني بحذرك أو بنبهك ما تعملش فعل مش كويس بعد كده عندي رقم 21 أسلوب النداء أسلوب النداء ده بسيط جدا بيتكون من يا وزائد المنادة زائد الطلب يا دي اسمها أداة النداء يا دي أول حاجة والمنادة والطلب اللي أنا بطلبه منك بقول يا طارق اغلق الباب يا محمد زاكر دروسك وخلي بالكم بيبقى عندي جملة أولى وجملة تانية وبيفصل بينهم علامة الترقيم الفصلة ولازم نخلي بالنا من الكلام ده عشان لو بتكتب موضوع تعبير واستخدمت فيه أسلوب نداء حتى لو بتكتب بيت شعر يبقى أسلوب النداء بيتكون من أداة النداء يا زائد المنادة زائد الطلب وبين قدامكم هوت وجايب لي في الأمثلة بيقول يا محمد أين القطة يا منا افتح الباب بعد كده بيقول يا حازم اكتب الدرس بعد كده بيقول لي قدامكم هوت رقم 22 جايب أسلوب النفي أسلوب النفي ده بسيط جدا وسهل أنا عامل له حاجة مش هتخلكوا تنسوها أبدا بس الحاجة دي بالعمية كده هو جايب لي أسلوب النفي وبيقول لي أدواته قال أدواته الأول لم ولن طيب إحنا بننساهم لا إحنا مش عناش هننساهم إن شاء الله لم ولن ولا دي من عندي كمان ليكم عشان ما تنسوهاش دي اسمها أدوات النفي ماشي عايز أعرف هستخدم دي أمتى واستخدم دي أمتى واستخدم دي أمتى أول حاجة أنا بقول لك أنت بتتكلم عن نفسك بتقول مثلا ما عملتش كلمة ما عملتش دي بتاخد أداة النفي لم يبقى لم دي بتدل على نفي فعل حصل ده في الماضي يعني مثلا بتقول إيه بتقول لم أشاهد المباراة أمس أول ما شوف كلمة لم دي باخد معاها أول ما شوف أي كلمة بتدل على الماضي أمس مثلا بقوم حطا لها لام على طول بمعنى ما عملتش انا بنفي ان انا ما عملتش الحاجة دي دي اول حاجة عندي حاجة اسمها ما عملتش باخد لها لام عندي حاجة اسمها مش هعمل يعني انا مش هعمل الحاجة دي قبل انستحال هعملها في الوقت اللي هيجي بعد كده باخد لها لن ولن دي بتي في نفي وقوع حدث في المستقبل يعني انا بنفي ان انا مثلا مش هروح الرحلة الاسبوع الجاي فأقول ايه مثلا هقول لن أسافر إلى أصوان الشتاء المقبل ده اسمها مش هعمل يعني مش هعمل يعني أنا مش هنفذ الحاجة دي فعشان كده خدت لها أداة النفي لن الحاجة التالتة بقى اللي هي لا إلا أنا في الوقت الحالي الحاضر بقول مثلا ما بعملش يعني مثلا بقول لا أجذب مثلا أو أقول مثلا لا ألعبه في الشارع أو مثلا أنا بنفي عن نفسي إن أنا ما بعملش الحدث ده في الوقت الحالي يبقى باستخدم له لا يبقى أنا هو عمدي ما عملتش حاجة في الماضي هتحط لها لن مش هعمل هتحط لها لن ما بعملش هتحط لها لا مفيش أسهل من كده تلك كلمة بتحطهم في دماغك مش بتنساهم هتعرف من خلالهم أدوات النفي استحالة تنساك تاني ما عملتش ده بتاعة لن بتاعة الماضي مش هعمل ده بتاعة لن المستقبل في الوقت الحالي ما بعملش يبقى لا ده أبسط حاجة لأسلوب النفي بعد كده عمدي هو بقول جاي بالجمل بقول لن أسافر إلى أسوان الشتاء المقبل بعد كده ما أجمل أجواء القرية عايزة أحط أداة تعجب ما الفاكهة التي تفضلها عايزة أحط أداة استفهام ما أغلى طرابك يا وطني عايزة أحط أداة نداء بعد كده لم أشاهد المباراة أمس وحطت لها لم بتاعة ما عملتش بتاعة الماضي وحطت لن تكن سريع الغضب لا تكن سريع الغضب حطت أداة إنها هي بعد كده عندي بتنقل للجزء اللي بعد كده جايب لي حاجة اسمها الحروف المتشابهة في النطق في صفحة 22 أول حاجة دي اسمها قواعد الإملاء بقى جايب الحروف المتشابهة في النطق اللي أنا أجا أمالي ابني أو لو حضرتك مدرسة وبتسمعيني لازم توضحي الحروف دي اللي بتكون متشابهة في النطق عشان الطالب يقدر يتملى معك كويس جدا أو يقدر يكتبهم من غير ما يغلط فيهم زي حرف السين وحرف الصاد وحرف الدال وحرف الضاء وحرف التاء وحرف الطاء وحرف القاف وحرف الكاف وحرف الزاي وحرف الزال وحرف الزاء جسمها الحروف المتشابهة وبدأ جايب لعراها عليها أسئلة زي مثلا كلمة ضفضع كلمة دولاب كلمة صندوق كلمة سلحفاء كلمة توأم كلمة طائرة كلمة كمثرة كلمة كنفد كلمة زهب كلمة ظرف وكلمة ظرفة يسمى الحروف المتشبهة ولازم تكونوا حافظينها حبيب رقم اتنين بيقول للأصوات القصيرة أنا عندي نوعين من الحرقات حاجة اسمه الحرقات القصيرة وحاجة اسمه الحرقات الطويلة الحرقات القصيرة بناخدها زي الأغنية فتحة ضم كسرسكون يسمى الحرقات القصيرة الحرقات الطويلة بقى اللي هي المدود المد بالألف المد باليا المد بالوا ويجايب للك كلام هنا ومبينه قدامي وبيقول لي مثلا الفتحة زي مثلا مقول كتبا زرعا درسا وجايب الكسرة زي مثلا كلمة درع كلمة رجل كلمة دولا في الضم جايب كلمة دب كلمة فل والأصوات الطويلة زي ما قلت لكم ده صوت المد أو المد هو إطالة الصوت الحرف الحرف بواحد من حروف المد السلاسة وقلت لكم أنواع المد مد بالألف مد بالياء مد بالواو المد بالألف ده بيكون قبله الحرف اللي قبله بيكون عليه فتحة وكمان المد بالياء الحرف اللي قبله بيكون تحتيه قصرة المد بالواو الحرف اللي قبله بيكون تحتيه ضمة عليه ضمة بعد كده جايب لي كلمات وبقول لي أكمل الكلمات التالية بحرقة قصيرة أو حرقة طويلة كلمة طائر كلمة قرد كلمة حوت بعد كده كلمة سلحفا كلمة بقرة كلمة فيل واول ما تشوفهم مادة ممدود دي بقى دي حرقة طويلة حرف عادي بقى دي اسمع حرقة قصيرة بعد كده جايب لي اهوه معاكم وبيتكلم على حاجة اسمها المادة بالالف مع حرف الالف وبيسمى الهمزة الممدودة وبيقول ان الكلمة دي هي بيكون عبارة عن كده يا ولاد حرف الف قدامكم هو وعليه فتحة ووراه المادة بالالف فبيضمج الاتنين دول مع بعض في الهمزة القرآنية اللي انتو بتبقوا شايفينها قدامكم دي وبتسكر في كلمة آدم او كلمة آية او كلمة المرآة وجايب لي هنا بيقول لي ارسم حط دايرة على الكلمات اللي فيها مادة زي كلمة بطريق كلمة كوخ كلمة طوب كلمة ياسر كلمة سريع دي كلها تحتها مدود وبعد كده كمان بيقول لي اكمل كل جملة بكلمة مناسبة همزة ممدودة بالالف احفظ صور من القرآن الكريم اقص ملابس الجديدة امام المرآة قبل شراءها اعتذرت لصديقي وقلت له انا اسف الابار مصدر المياه في الصحراء بعد كده جايب لي التنوين بقى وبيقول لي عندي تلات انواع من التنوين تنوين بالفتح وتنوين بالكسر وتنوين بالضم وعرضهم بتراءة سهلة جدا وقلت لكم قبل كده ان التنوين دا بيلحق باخر حرف في الجملة اخر حرف في الجملة هو اللي بيكون في التنوين والتنوين دا زي ما انا قلته لكم وشرحت لكم قبل كده وهسيب لكم اللينكات بتاعت الشرح بتاعته في الفيديو عشان تقدروا ترجع لها تنوين بالفتح تنوين بالضم تنوين بالكسر زي ما جاقول مثلا بن تن سن جن تنوين بالضم كلمة جن حن بن تن دا اسمه التنوين بيلحق باخر حرف بالكلمة وجايب لي هنا بيقول لي ضع خط تحت الاملاء الصحيح لكل كلمة زي مثلا كلمة كطارا كلمة صدا كلمة شمعتا كلمة غزاءا كلمة ضوءا كلمة فكرة كلمة جزءا بعد كده جايب لي الشدة وبيتكلم على الشدة وبيقول لي ان الشدة دي عبارة عن حرف الحرف المشدة بيكون اصله حرفين الاول بيكون ساكن والتاني بيكون متحرك وبيكتب الحرف المشدد مرة واحدة وبينطق مرتين زي عمدي تقالت انواع من الشدة الشدة المفتوحة الشدة المقصورة الشدة المضمومة وده ايكم شايفين قدامكم الامثلة اللي هو عاملها ولما باجي افك الحرف المشدد ده بفقه على مقطعين مرة ساكن والمرة التانية بياخد الحقرقة الا على الشدة زي كلمة خفاش كلمة امني كلمة صبورة كلمة صفارة كلمة كمون كلمة سكر بعد كده عارض لي اللام الشمسية واللام القمرية اللام الشمسية دي اللام بتكتب اللام الشمسية الاول دي بتكتب ولا تنطق وما بعدها يكون مشدد يعني الحرف اللي بيجي بعدها بيكون مشدد بعرفه من كده لكن اللامة القمرية بتكتب وتنطق وتكون ساكنة يعني بيكون عليها علامة السكون جزي كلمة بيقول هنا بقى عايزني اختار لا اما هاختار القمر لا اما هاختار الشمس للكلمة اللي قدامي كلمة التفاح عايزنا اضيف لها الف ولام هتبقى التفاح واخترت لها اللام الشمسية كلمة كلب هتبقى الكلب واخترت لها اللامة القمرية الشبكة اللام الشمسية البركوك اللام القمرية السعبان اللام الشمسية كلمة مركب اخترت لها اللام القمرية مش هطول عليكم اكتر من كده كفاية كده النهاردة نبقى احنا واقفين عند صفحة 24 والمرة الجاية ان شاء الله نكمل مع بعض بقية القواعد وننتهي خلاص من الجزء الاول في كتاب سلاح التلميس في الصفح الرابع الابتدائي ياربكم بقدم لكم علومة مفيدة دعواتي لكم جميعا بالنجاح والتوفيق تحياتي لكم مروة زهرة